بنيت الخطة الهجومية المصرية على ركائز أساسية أهمها أن النصر هو الخيار الوحيد والمفاجأة هي أساس تطبيق هذه الخطة أن مانع قناة السويس ما هو إلا جزء من طريق يتعين اجتيازه وأن إفشال هجوم العدو المضاد عامل حاسم في نجاح التخطيط وأن إزاح خط برليف هو البداية وأن إجبار نقاطه الحصينة على الخضوع والدفاع عن نفسها مجرد أحد مفاتيح النصر كان يتعين على مصر بطر زراع العدو الجوي الذي تحطم نظريته وتحطمت قواته أمام شجاعة المقاتل المصري